وفقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائحة الصحية على إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا وكذلك الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا كما تم استعراض أيضا إجراءات الاستعداد والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القردة